الإنسان اللي بالظلم بيبقى دايما موجوع وقاعد مستني ربنا ياخد له حقه من الظالم وبيفضل تعبان من جوال ما يلاقي الظالم سعيد وعايش حياته وبيلاقي كمان إن حاله بيبقى من أحسن لأحسن فبيفضل يسأل نفسه هو ربنا سيب الظالم ليه؟ هو ربنا ليه ما أخدش حقه من الظالم لحد دلوقتي؟ أنا تعبان وهو سعيد وكأنه ما عملش حاجة طيب علشان الناس اللي بتسأل على الموضوع دوت وإحساسها إنها تعبانة وقعد يعني بتحسب بالثانية إمتى ربنا هياخد حقها من الظالم لازم نعرف إن الظالم بيمر بأربع حالات قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يحسبه أول حاجة الإملاء أو الإمهال قال تعالى وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِي يعني ربنا بيمهل الظالم لعله يرجع عن ظلم ويتوب ويصلح اللي هو عمل تاني حاجة الاستدراك قال تعالى سنستدركهم من حيث لا يعلمون والاستدراك مش معنى إن ربنا يديق الدنيا على الظالم لا قد يفتح الله للظالم أبواب ويعطيه من ملازات الدنيا فوق معقله يتصور تالت حاجة التزيين قال تعالى وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُ في المرحلة دي بيموت قلب الظالم ما بيكونش شايف أي حاجة وحشة بيعملها بالعكس بيبقى شايف كل حاجة قبيحة بيعملها إنها جميلة ما بيكونش عنده أبدا إحساس بالزند قلبه بيموت ما بيعرفش يلوم نفسه على أفعاله ولا يحس باللي هو بيعمله رابح حاجة الأخذ الشديد قال تعالى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخْذَ الْكُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ في المرحلة دي بقى بتنزل عقوبة الله سبحانه وتعالى على الظالم وزي ما احنا شايفين ووارد في هذه الآية الكريمة بتكون العقوبة أليمة وشديدة علشان الظالم يعرف شر ما اقترفت يده فاتطمن ربنا هيجيب لك حقك ربنا مش هينصر عليك الظالم ربنا حرم على نفسه الظلم حقك جاي جاي وربنا هيجبر بخاطرك بس انت ازبر